ناخد خبر أيضا من معانا من الموقع الإلكتروني اللي جارت اليوم السابع الخبر بيقول السيسي يعرب عن تطلعه لمواصلة شركة إيني عملها من أجل التوصل لإكتشافات جديدة قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن اللقاء الجاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية اهتمام كبير جدا من الرئيس بشركة إيني وده مش أول لقاء نشوفه مع الرئيس التنفيذي للشركة لقاءات كتيرة ولقاءات مستمرة الهدف منها وجود اكتشافات أكتر وجود خير أكتر النهاردة أي اكتشاف هو خير لمصر أسيب حركت على الخبر لكن هستأذنك نشوف التقرير كمان عن هذا الخبر ونرجع تاني استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر حيث استعرض رئيس شركة إيني تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها في مصر بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل ظهر للغاز الطبيعي مشيدا بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية ومؤكدا أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي إلى جانب سعي مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة خاصة من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرا له زي ما قلت لحضراتكم قبل التأرير أن اللقاء اللي شفناه دلوقتي على الشاشة ولقاء مستمرة جدا ما بين رئيس عبد الفتاح السياسي وما بين رئيس التنفيذ لشركة الإيطالية والخاصة باكتشافات جديدة في مصر الحركة تحب تعلق لنا أستاذ حاسم بالفعل زي ما حضرتك تفضلت يعني هناك متابعة دقيقة من السيد الرئيس لمتابعة كل الشركات ليست في قطاع البترول فقط لأن هناك إرادة سياسية لإنجاز مثل هذه المشروعات وكل الاتفاقيات التي تم توقحها وكذلك الاتفاقيات المستقبلية بالنسبة لقطاع البترول خليه برضا نتحدث مع السادة المشاهدين أنه بالفعل هناك إنجاز في قطاع البترول نتيجة وجود زي ما تحدثنا عن اليرادة السياسية وإذا كنا بيتحدث عن حق الظهر ومن ذلك يمكن وصل الانتاج حاليا إلى 2.7 مليار متر مكعب من الغاز وده نتيجة الإيجابية بالنسبة لعملية ترسيم الحدود بيننا وبين بعض الدول وبرسو اليونان نعم وهو ده الأثار الإيجابية من نسبة لهذه الترسمات ومن ذلك كان شيء إيجابي بالنسبة للدولة المصرية يمكن في الربع الأول من العام المالي الذي هو 19.23 شهور الأولى يوليو أغسطس سبتمبر تم اكتشاف حوالي 14 من الاكتشافات البترولية إذا كنا بيتحدث عن الغاز بيتحدث عن الزيت ومن ذلك أي أن هناك عدد كبير من الاتفاقيات ولذلك هناك السيد الرئيس بيتابع طبعا مع الشركة ومع وزارة البترول مثل هذه الاتفاقيات وبركز كل التركيز في كل المقابلات التي يجريها سواء مع الحكومة المصرية أو سواء مع الاشركات الأخرى هو الالتزام بالجدول الزمني سواء بالنسبة لتنفيذ المشروعات على أرض الدولة المصرية أو حتى بالنسبة للإكتشافات ومن ذلك وشوفنا بالنسبة له موضوع الغاز ومن ذلك هذا الآثار الإيجابية من حقم ظهر عدد كبير من الحقول هو توصيل الغاز الطبيعي العدد كبير من الوحدات السكنية والمحافظات وهناك عدد من القرى وصل إليها الغاز الطبيعي وده خلال السنتين ثلاثة الماضية طبعا لم تحدث هناك أزمة بالنسبة له عن نبيب البتجز ولا ننسى العامة الإسودة والاحتلال سنة الاحتلال التي كان يحكم فيها جماعة الإخوان العربية زي الجماعة المالقة شوفنا الاقتتال الذي كان يحدث أمام أمام نبيب المستودعات والمستودعات ومن ذلك والحمد لله لدينا طفرة كبيرة بالنسبة له الغاز حتى بالنسبة له يعملي تصدير الغاز إلى الخارج